الله يعملكم قال لكم سيدي الله يعمل سيدي الله يسرحكم قال لكم سيدي الله يعمل سيدي السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة قناتكم فسحى مؤخرا لاحظنا أن واتيرة تجنب الملك للظهور غدوك ترتفع يوما بعد يوم حيث أنه أصبح مقتصرا على الظهور في الخطابات الملكية فقط احتدك المجالس الوزرية غدوتت قلال وإذا عقدت يتم تأجيلها أكثر من مرة ما عرفت واش غدين بدأ بالقنازة دي العمت ملكة اللي كان فيها وحد التعتيم إعلامي ولا بالتماطل في استقبال الحكومة الجديدة وتعيني وزرائها ولا عدم استقبال رئيس الوزراء الإسباني رغم أن الإعلام المغربي أعلن أن الزيارة في حكم المؤكد لكن ما شفنا زيارة ما شفنا مشاورات وحاليا رح قرر بكمل سنة كاملة من الإقامة داخل قصر فاس لا يخرج منه وجميع الأنشطة تتم بداخل هذا إذا كانت هناك فعلا أنشطة فما عرفنا واش هي إقامة جبرية لمحمد السادس أو إقامة مرضية المهم أنه ليس من الطبيعي أنه يدوز هذا المدة كاملة بطولها وعرضها دون أن يخرج من باب القصر ولا أحد يتساءل عن السبب حيث أنه دخل القصر في ديجمبر 2020 واليوم نحن في شهر أكتوبر 2021 يعني أنه أتم عشرة أشهر داخل القصر حتى ذلك العطلة السنوية الصيفية ديالو لأول مرة في التاريخ استغنى عنها وهذا الأمر تجنبت الصحافة التطرق له مع العلم أن دخول محمد السادس في فترة العطلة الصيفية كتعتبر صحافة التطبيل والتزمير حادة كبيرا ومناسبة للتمجيد والتعظيم بطبيعة الحال إحنا ما يمكنش لنا نبقى تنسين الصحافة التابعة للقصر أن تسلط الضوء على ما يخفيه القصر لذلك يجب أن نعتمد على مجهوداتنا الذاتية لتتبع كل ما خفية عن الشعب المغربي أو ما يخفيه القصر عن الشعب المغربي نبدأ بالوفاة ديال لله مالكة أمة محمد السادس ولأول مرة كنشوفه قنازات ديال الأميراء بدون تغطية الفازية حيث أنه دائما القنازات ديال الأميراء تيكون فيها حاضر فيها محمد السادس شخصيا وكتكون القنوات التلفازية حاضرة لتغطية الحدث وهكذا أصبحنا نلاحظ أنه أي حدث كيكون فيه الحضور دي محمد السادس ضروري يتم إما إلغاؤه أو تأجيله وفي الحالة ديالي قنازة ديالعمته اللي هي مرتبطة بواحد الفترة الزمنية محددة لا يمكن لا تأجيلها ولا إلغاؤها فاختار القصر إذن يخرج علينا بواحد الرواية حديد دانية فقال أنه نظرا للحالة الوبائية قرر القصر تنظيم الجنازة في إطار عائلي ومغلق في إطار عائلي ممكن أننا نفهموها عدد الحاضرين يكون محدود ممكن أننا نفهموها لكن باش تقول لي مغلق غادي نقول لك تماكين الخلاء وتماغ الناس ميكلتهم وباش ما نكتروش في الهضراء مع الناس اللي كي يقولوا دائما أن الملك لا يحضر الجنائز دبقا للبروتوكولات ديال القصر الملكي نخليكم مع هاد اللقطات باش نقطعوا الطريق على الشائعات بحضور أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وفي موكب جنائزي مهيب تم عصر اليوم بالرباط تشيع جثمان المغفور لها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا عائشة كريمة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثرار وشقيقة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني رحمه الله انتقلت إلى عفو ربها ورحلت إلى دار الخل المشمولة برحمة الله صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أمينا شيع جثمان الفقيدة الراحلة كريمة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله طراه وشقيقة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله وعمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله شيع الجثمان الطاهر بحضور أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله أعتقد أن الأمور لا تحتاج إلى توضيح أكثر من هذا وبالنسبة لمن يقول أن هذا بسبب الجائحة والحالة الوبائية احنا شفنا الحالة الوبائية كيف كانت في أوجها في دجنبير الماضي ورغم ذلك دار اجتماع في التوقيع على التطبيع مع إسرائيل وأمريكا اللي كانت الكاميرات لا تركز فيه على محمد السادس إلا قليلا بخلاف ما عهدناهما قبل سنة 2019 حيث أنه كان في النشاطات دياله الكاميرات كانت تبقى حاضية غير هو ويا ويل شي كاميرا تشد شي كادر ما يكونش فيه محمد السادس ودبا انقلبت الآية واللينا فييا ويل شي كاميرا تبقى حاضية غير هو الكاميرا ولا خاصها غير تخطف وتهرب لخطفها عشرة توانية عشرين ثانية وحبس عليا من هنا يتبين أن المشكلة الحقيقة هو ظهور محمد السادس الذي أصبح لا يظهر إلا لما من فقط عند الضرورة القصوى لأن ظهوره في حالة صحية مزرية يفتح المجال لطرح الأسئلة حول أهليته في التسير ديالشؤون البلد وإذا كان غير قادر على التسير حسب ما يبدو الناس غير يقولوا شكول لكي يسير هذه كلها أسئلة مزعجة جدا للنظام ولا يجب طرحها بالنسبة لهم لذا وجب التغطية ببعض الأحجيات ودبا عندنا تعيين حكومة منتظرة وبالرغم أننا نعلم أن لائحة الوزراء معروفة للقصر حتى من قبل الانتخابات ولكن البروتوكولز ما يحتم عليه استقبالهم وتعيينهم والركوع أمامه وهذه مهمة أصبحت صعبة عليه فحتى هذه القولها التخريجة من أجل تأجيلها قدر الإمكان قال لك سيدي في هذه الرواية أن الملك غاضب من بعض الشخصيات ويرفض استوزارها وكأن زعم ذاك المسؤول على تشكيل الحكومة هو براني على محمد السادس وما كيعرفوش وكأن عزيز أخنوش مشي هو الصديق الحميم دياله والمقرب منه واللي مشاهف طرمعه لأقلته في رمضان واللي مول له عدة مشاريع يعني غير برانة هاتف ممكن يقول له شكون هي الأسماء وهو يوجهه ولا يقترح عليه أسماء أخرى هذا الشيء إلا صدقنا أنه كاين مشاورات لتشكيل الحكومة بعيدا عن القصر ولكن بالنسبة للقصر في الظروف الحالية ضروري ما يقدم له تشكيل الحكومية الأولى ويرفضها والثانية ويرفضها والثالثة ويرفضها باش يخرج الرمضاني وأتباعه يقول لنا لا يزل حكام المالك قايم بشغلوا مع العلم أن نصف الوزارات هي سيادية وكي اخترها المالك بحده لكن ما نلاحظه هو أن هناك محاولات لكسب المزيد من الوقت ريثما تسمح له ظروفه الصحية بالظهور بالشكل المقدس لك تعرفه مع العلم أنه مؤخرا مهما حاولوا تجميله وتزينه إلا أن المغاربة أصبحوا يلاحظون حركاته المتثاقلة ونومه الفجاء اللي كيجي في أي لحظة وفي عدة مناسبات فيما يخص الأسباب التي قال الدوان الملكي أنها كانت وراء رفض الأسماء لجلات تعيين الحكومي أسباب بالدة لعدم كفاءتهم العلمية أو بسبب جنسياتهم المزدوجة وكأن ما عمرنا شفنا شي وزير مغربي عنده جنسية أجنبية أو حد أخرى وكأن حصاد ما سبق له اشتولى وزارة الداخلية بجنسية مزدوجة واللي هو جاء بتعيين شخصي من محمد السادس بدون مشاورات وكأن محمد الزيان لم يسبق له أن تقلد منصب وزير حقوق الإنسان بجنسية مزدوجة إسبانية مغربية ما عرفتش حلقة دهم يبقى وتيخبه هو الآن مقبل على افتتاح البرلمان في الشهر القادم فواش غادي يمشي للبرلمان باش يخطب ويكلف نفسه عناء التنقل من فاس إلى الرباط أو غادي يدير لنا بحال السنة الماضية إذا كنتوا باقين عقلين العام الفايد تم إغلاق البرلمان لمدة أسبوع هذا ما أعلنه ولكنهما بقاوس الدين لمدة عسرة أيام وقيل لنا أنه استعدادا لاستقبال المالك وغادي يعقموا البرلمان يعني نشوف الكتوب كيفاش داير أسبوع كامل فقط من أجل تعقيم البرلمان باش يجي سيدهم وفي نهاية المطاف وفي آخر لحظة مجاش محمد السادس للبرلمان وقال لهم أنه بسبب الجائحة وفي إطار كذا وكذا غادي يديروا الافتتاح عن بعد ومن داخل القصر وجابوا لهم التلفازة في قلب البرلمان وشفن البرلمانيين يقفون احتراما للتلفازة اللي فيها محمد السادس الأمر قد يبدو للبعض أنه ليس بتلك الأهمية لكن هذا الموضوع هو في غاية الخطورة لأنه لا يعقل أن تكون في يدك جميع الصلط بوحدك سياسيا عسكريا أمنيا دينيا والناس ما كيشوفوكش ويتموا الإعلان عن نشاطات وهمية فمحمد السادس خصي خرج للمغاربة لمدة ساعة ولا غير الساعة في مباشر باش يتأكدوا من سلامته البدنية وسلامته العقلية واش هو فعلا كيحكم واش هو قادر يحكم وإذا تبين أنه ليست له القدرة على تسير خصنا عرفوش كون اللي كيسير يعني حتى العياشة هذا الأمر راه يهمهم إلا كنتم تقولوا أنكم باعتوا محمد السادس فما يمكنش تخليوا مثلا لهم ما يسير لبلاد لأنكم ما باعتوش لهم ما باعتوش لحموشي ما باعتوش أزولاي وخصنا عرفوش خبار على سلمة وبنتها خديجة فين هي شنو واقع ولاش ما كتبانش بنتو خديجة لمدة تفوق سنتين مازال حسن راه كنشوفوه مرة مرة ولكن خديجة أكثر من عامين ما بانتش يلا دوزوا بخير الله يعونكم قال لكم سيدي الله سرحكم قال لكم سيدي الله سرحكم قال لكم سيدي الله سرحكم قال لكم سيدي